ومن أشهر مواطن خوف الأولاد من أنهم يعيشوا نفس تجربة الأهل لما تكون علاقة الأم والأب مليانة بالخلافات أو لو حصل الانفصال فمع الوقت يتكون جواهم خوفهم تجربة الجواز اللي ممكن توصل لفوبيا أو زي ما بيسميها العلماء الجمه فوبيا مش المشكلة إن إحنا كأباء ممكن نمر بتجربة صعبة في حياتنا بالعكس التجربة الصعبة في حياتنا دي بدي تقوينا وكمان ممكن تقوي أولادنا وتعلمهم حاجات كتيرة متعلمواش غير في المواقف الصعبة دي بس ده إمتى ممكن يقوينا ويشد قدنا لو عيشنا تجربنا في الحياة على إن هي مدرسة بنتعلم فيها مش إن هي نهاية العالم ولا نهاية الحياة ولا الكرسة العظمى ولا إن أنا جايلكم من الموت ولا كايلكم من الضمار وحياتي خلاص ما بقلهاش معنا بعد اللي حصل دي كل ده يخلي الإنسان الإنسان إذا تعامل مع مشاكله ومصايبه بأربع حاجات إن إنسان ده بيدمر نفسه ويدمر أهله ليه الأربع حاجات دي؟ إن هو يتعامل معهم بالجزعة أو بالفزعة أو بالتصدع أو بالتوجع المشاكل والتجرب الصعبة ما بنتعملش معها كده لا دعي يكرسها ويخليها مؤلمة ويخليها مفزعة التصدع إن يقول خلاص أنا تهديت أنا حياة انتهت ما فيش حل أو التوجع أنا خلاص الوجع مش قادر يفرقني أو الجزعة الرعب الرعب اللي هو حاجة كده رد فعلا مبالغ فيه أو الجزع أو الفزع الفزع أو الجزع الحزن الأسود الفزع الرعب أو الجزع الحزن الأسود لما نعيش ده هنتحول إلى دور الضحية للأبد إحنا في بعض الأحيان من غير ما بناخد بنا غضبنا بيخلي أولادنا يشوفوا تجاربنا بطريقة مش مناسبة خالص ومش منصفة في أحيان كتيرة زي مواقع الخلافات بين الأب والأم فكل حد من الطرفين يبدأ يسرد مظلوميته ومقاسيه من الطرف الآخر ويطلعه شرير ويشيطنه أنا اللي اتحملته مع أمك محدش يتحمله أنا أبوكم ده وراني المر كله ما أقوله كده ما فيش لحظة سعيدة ما أقوله ما كانش فيه ذكرى حسنة وما فيه والأولاد ساعتها يفهموا أنه ما فيش حاجة حلوة ولا هم روم شافوا يوم حلو مع بعض وأنه هو الضحية وأنه هي الجانية ما أن القصة على الحقيقة مش كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما شبناش نتوف وسط غبات المخاوف وغوابة الألم بتاعتنا فحضرت النبي علمنا قيمة غالية في الحياة بعد ما تم أسر العاصب من الربيع زوج بنته السيدة زينب عليها السلام وكان في صفوف قريش قبل ما يدخل في الإسلام في غزوة بدر ورسالت السيدة زينب قلادتها اللي كانت واخدها من أمها ستنا خديجة الجبر علي السلام عشان تفتدي زوجها فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه والله ما دممناه سهرا شو يا سلام على الكلام والله ما شفنا منه حاجة وحشة وهو سهرنا وهو مشرك فعلمنا حضرت النبي الإنصاف علمنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الإنصاف بل علمنا حضرت النبي الإنصاف حتى في حالة الكلام عن إبليس لما قال له لما أحب ياخد من طمر الصدقة مرة واثنين وثلاثة ومنعه سيدنا بريرا قال له صدقك أهو أنصفه وهو كذوب وفي دي صدقه لما علمه آية الكرسي وعشان كده أوقات كتيرة إحبطتنا وخيبت أماننا بتخلينا نسود أجزاء من الحياة في عيون الأولاد زي ما نفضل طول الوقت بنكرر الجمل اللي فيها الصور النمطية السودوية زي ما فيش راجل إلا وعينه زيغة الرجالة الستات تقول كده والستات تقول والرجالة يقولوا الستات كلهم ما بيقدروش النعمة الشغل كله نفسنا كل الأحكام دي بتعمل حاجز بين أولادنا وبين أنهم يعيشوا تجربتهم الخاصة من غير خوف زايد بالعكس احنا بنفتح لهم باب الرعب الشغل اللي هؤما ما شافوهوش ده يشوفوه مكان غابة ما أولادنا بيتخيلوا بقى فيشوفوا الشغل ده غابة ويشوفوا زملائنا هناك طلع لهم ضوافر وعندهم أنياب والأنياب دي بينزل منها دم فأولادنا يكرهوا الشغل ويبقى الشغل اللي عنده عليهم تقيل احنا مش عارفين ان احنا بنعمل كده يعني انت يا مولانا عايزنا نرسم لأولادنا صورة كده جميلة ومثالية عن الحياة وبعضين يتصدموا انا ما قلتلكش كده بس انا مش عايزك تدخلهم بيت الرعب وتقول لهم ان هي دي الحياة انا يا سيدي اللي عايزك ترسم لهم ان هما هيقابلوا ملايكة بجناحات ولد في نفس الوقت عايزك تحسسهم ان والدته دي شيطان او زميلك في الشغل ده شيطان احنا عايزين نساعدهم ان هما يكونوا بيعيشوا الحياة حياة حقيقية ويبقى عندهم تصورات صحيحة وتصورات حقيقية عن الحياة بمفاهيم منضبطة بمفاهيم متزنة ده احنا مش عارفين نلاقي ولد دلوقتي طالع في سن مراهقة كده او كبير وهو يعيني على وش اتزان كله على وش ايه على وش دخول عيادات الامراض النفسية